سؤال الذي بعد هذا حول كشف المسلمة شعرها أو عورتها أمام زوجة ابنها النصرانية غير المسلمة الجواب عن هذا أن مسألة العورات مرتبطة بالجنس وليست مرتبطة بديانة أصحابها الراجح أن عورة المرأة أمام غير المسلمة كعورتها أمام المسلمة عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كعورتها أمام المرأة المسلمة وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المرأة الكافرة لا تنكشف المسلمة أمامها هذا قول مرجوح أخذ تعلق به من قال به بقول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن فجعلوها كالرجل ولكن الصواب أن قوله تعالى أو نسائهن جنس النساء مسلمات أو كافرات وليس المقصود المؤمنات خاصة فلا حرج في إبداء الزينة لهن لقد كانت اليهوديات في المدينة في زمن النبوة وكذلك الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يستترن منهن نعم وأزواج النبي أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن يستترن عن من يدخل عليهن من اليهوديات والوثنيات فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف المسلمة وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات هذا هو الصواب فلا ينبغي أن نضيق واسعا